عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر فيسبوك شغلت رواد الموقع الذي حذر من عملية احتيال قد تكلفنا الألاف من الدولارات دق نقوس الخطر المنتج والمذيع التليفزيون الأمريكي ناف شولمان الذي قال إنما يقرب من ثلاثة مليارات مستخدم باتوا أهدافا رئيسية لمحتالين وبسبب خطأ أمني زائف على تطبيق الشبكات وأشار إلى أن الجميع مازال مبتدئا بالنسبة للتعامل مع تطبيقات الشراء الجديدة كفيسبوك ماركت بليس الذي قد يشهد وقوع كثيرين في فخ عمليات الاحتيال نظرا لعدد المستخدمين الكبير لتطبيق فيسبوك قالت رسالة شولمان إن المحتالين غالبا ما يرسلون رسائل إلى المشترين على منصة فيسبوك ماركت بليس مدعين أنهم من الشبكة الاجتماعية نفسها حينها يطلب من المستخدمين عادة أن نقر فوق رابط لتأكيد معلوماتهم إلا أن الأمر ينتهي بوقوع العديد من المشترين في فخ إعطاء المحتالين تفاصيلهم الشخصية وفي عدة مناسبات شارك موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مستخدمي معلومات حول الطريق الأمثل لتجنب عمليات السرقة والاحتيال عبر طياته إضافة لسبل الوقاية منها لكن الوقوع في خطأ ما يبقى احتمالا وارده لكن ما حجم السوق عبر فيسبوك ومنصته ماركت بليس تم إطلاق هذه المنصة عام 2016 وحلت محل عدة مواقع للبيع والشراء عبر الإنترنت ولم تمضي أربع سنوات حتى وصل عدد مستخدمي فيسبوك ماركت بليس إلى مليار مستخدم شهريا الرقم الذي يفوق مليار مستخدم يشمل فقط 70 دولة يتاح فيها استخدام هذا التطبيق للتجارة الإلكتروني وتشير إحصائيات العام الماضي إلى أن إرادات فيسبوك ماركت بليس وصلت إلى 26 مليار دولار وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 48% مقارنة بالعام الذي سبقه بخلاف مواقع البيع الأخرى مثل إي باي الذي يسمح فيسبوك ماركت بليس للشركات والمستهلكين بإدراج ما يودون بيعه مجانا بما في ذلك السيارات والمساكن المؤجرة وغيرها متخصصون في المجال التقني قالوا أن منصة البيع لفيسبوك غير محمية بمعنى أن الأمر عائد لكونك الطرف المشتري في تحديد ما إذا كان البائع موثوقا أم لا ولهذا السبب يقع الكثيرون ضحية لعمليات الاحتيال على هذه المنصة هنا بعض الأرقام حول موضوع الاحتيال على فيسبوك وتحديدا على ماركت بليس التقديرات تشير إلى أنه نحو 16% من الحسابات زائفة وأن واحدا من بين كل ستة مستخدمين أبلغ عن تعرضه لاحتيال لمرة واحدة على الأقل وهو بأن يتخلف صاحب الحساب المزيف عن إيصال البضاعة بعدما يكون حصل على المقابل المادي مسبقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر